انقلبت الموازين في الحرب الروسية على أوكرانيا وأصبحت موسكو في موضع المدافع بعد أن كانت لها الصدارة في الهجوم على كييف 32 و30 طائرة مسيرة استهدفت قلب العاصمة الروسية وتسببت بأضرار طفيفة لعدد من المباني وأشارت الخارجية الروسية إلى إسقاط خمس طائرات مسيرة بمنظومة بانتي سير وثلاثة باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية في مقاطعة موسكو أصابع الاتهام وجهت إلى أوكرانيا وأنها من يقف وراء الهجوم الذي استهدف العاصمة من جانبه نفى مستشار رئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك مشاركة كييف بشكل مباشر في هجوم بطائرات مسيرة على موسكو لكن بلاده تستمتع بمشاهدة الأمر بحسب تعبيره الهجوم بالمسيرات على روسيا لم يكن الأول من نوعه إذ تم استهداف الكريملين بطائرتين مسيرتين في مطلع الشهر الجاري في محاولة لاستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكريملين قال إن هجوم المسيرات على موسكو جاء ردا على ضربات روسية فعالة لأحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا كما أكد أن الهجمات التي تستهدف موسكو ومناطق روسية أخرى دليل إضافي على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة ويأتي استهداف موسكو في وقت تشن فيه روسيا هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية ويعد الثالثة خلال 24 ساعة وأدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين ما بين الفعل ورد الفعل بين العاصمتين يبدو أن الأمور تتجه إلى تصعيد أكبر وتدخل المعركة مرحلة جديدة في هذه الحرب المفتوحة منذ أكثر من عام موسيقى